السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شهوات اومنيزر بوتيت كوزين كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ثلاثة دي الوصفات اللي ساهلين في التحضير ديالهم وفي الطارقة ديالهم كذلك كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم بس بخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم محافظة واللي ما زال ما مشتركاش مرحبا بك اختيش شاركي في القناة وفعلي زر الجرس ويلا كان هذا الفيديو كيستحق انك سبارتاجي سبارتاجي مع الاحباب ديالك والاصدقاء ديالك لتعم الفائدة غادي نخليكم مع تتمة الفيديو فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نحضرها هي الكيكا غادي نحتاج هنا اربعة ديال البيضات نحتاجه كدلك واحد الكأس ديال السكر ما يعادي الامياء وستين جرام ديال السكر وحصة شي ديال فانيلا وغادي نطرب هات المكونات مع بعديات ما نطرب البيض والسكر حتى يتضاعف الحجم ديال البيض ويتتغير لون دياله وكي ولي عندي البيض يعني الحجم دياله مضاعف بالنسبة الاخوات اللي ما عنه مش طراب الكهربائي فممكن انكم تستغنوا عليه تماما ودروا غير طراب اليداوي غير هو اعطيوا في اللول واحد شوية ديال الجهد غي حتي تتغير لكم فقط اللون ديال البيض ودوب لكم السكر ماشي بالضرورة انك توصلي لهذا القوام ولكن ضروري ان اللون ديال البيض يتغير والسكر يدوب هاد الكيكا ديال اليوم غادي نحضرها بالنكهة ديال الكوك او لجوز الهند فانه هنا يا عندي الياغورت بالنكهة ديال الجوز الهند درس هنا جوج بالنسبة اللي ما عندهاش ممكن انا اسعاوضوا بكاس ديال الحليب ونص كاس ديال الجوز الهند هنا درس كاسق الا ربع ديال الزيت أخير اواه كاسو المنتظر بضفر زيت هشتان Wood طبيقت راتازن نظف ينظف الدقيق الدريجيا بالنسبة للطبيقة للطبيق بهذا عذ轉 تشرب السوائل الضغياء لا تحتاج الكمية كبيرة هنا في الأول كاس سوف نرى من حدي انا كنخلط نرى القياس الكيكا في الدكوش القوام او لا لا هنا اشفت بانني ماذا نزيد لدي كاس اخر معبور كل كاس هناك يعبر مئسين جرام لانني هذا المرة عبرت بالكاس الكبير ليس الكاس الصغير هنا نصف الكاس خميرة 15 جرام سوف نخلط وكذلك انا نخلط وانا نرى إذا نقصني الدقيق لا نقصني الدقيق لا نقصني الدقيق كيف تقول لكم البنات لان نوعية الدقيق تستعمل من نوع الدقيق نستعمل 1 دقيق قسمته الرايس عند المحلة المغاربة لان هذا السؤال يتداول عندي كثير من التعاليق استعمل من المحلة المغاربة لان المواد انقسم اضغطوا بها الرقم الثمانية فوق من الوجه الكيكا وإذا شفتوا بأن الرقم الثمانية اختفى قبل ما تكملوه وإذا شفتوا ما زال ما اختفاش يعني بقى واقف حتى كملت الكتابة الثمانية وبقى واقفة الثمانية بقى تواقفة ما فوق الخالد اعرفوا بأن الخالد دي الكراه جاهز يعني هنا كيف تلكم انا دخلت في الكيكا ديالي جوش كيسان ديال الطحين هنا اخذت البيب بيت شوكولاتة او الحبيبات الشوكولاتة اللي كذلك كنشريها من ميركادونا اه زوينة انا كنستعملهم دايما الصراحة زويني ضفت عليهم واحد المعالقة صغيرة ديال الدقيق وبحل لبست هادك البيب بيت شوكولاتة بالدقيق هكا غير باش مكي يبطوش لزحت كلهم وسيت تتحرقوا بعدس يبقى انها كالبعض منهم سيبقى وبيني في الكيكا طفيفة يكون هدا هو الخالد ديالي هنا غديم جيب واحد المول مدهون بالنسبة المول هنا موسى صغير ماشي كبير لك شعش كتجينها الكيكا عالية الى عندكم مولي هو كبير ما غجيكم مش عالية بحال هكا يعني اصطر جيكم هابطة شوية سافي هناك يبقتكم المول عندي مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين وكنصب فيه الخالد ديالي في هاد المرحلة الفران سيكون عندي شاعل على ميتين درجة من الاسفل ومن الاعلى كندخل هالفران كنت في الفوق وكنخلي غير لتحت حتى كتطيب وكتتحمر بهذا الشكل هدا بالنسبة الوقت تيبقى عليه حسب كل وحدة والفرن ديالها تقدر تاخد معاك خمستاشر دقيقة تقدر تاخد معاك ثلاثين دقيقة تبقى كيف قلت لكم عليه حسب الفرن ولكن انا الفرن يعني كيف كتعرفوه عندي ايتيمات ستين لتر بزاف ديالي ناس تهمتي سوروني عليه عندي الفرن ايتيمات ستين لتر فكيف قلت لكم تندخلات طاوات تكون بعيدة شوية لتحت على ميتين في اللوات الخنت ولكن هبطت على مية وسبعين درجة خليسك الطيب على مية وسبعين درجة احنا راشل معاق لبزة وهي مزالة سخونة والسقولية شطريفة سمننا في المول ورديتهم لان انا مازلين غدي نزينوها من فوق فغدي تدرقوا هذوك العيوب احنا عندي الشوكولاتة البيضاء عندي احنا شوكو فوندير ديال الميركادونا هو اللي سنستعمل انا الاغلبية لما كانش عندي هذك الشوكولات اللي مدور هذك كان اخدوه من عند القزار تهو بزاف تسوروني عليه البنس كان اخدوه من عند القزار المغاري امن عند البازار عفوين ديال المغاربة سيبيعوه غالي شوية دير خمسة اوروشي حاجة الكيلو هذا ما كان البنات هنا الشوكولاتة البيضاء دوبسها بوحده ثم اضفت عليها احتشي حاجة وزينت بها هذلك كيكا ديري هكا بخطوط ملفوق عيني خطوط عشوائية فانتما تزينت يبقى على حسب الرغبة ممكن انك تدري الشوكولاتة السوداء ممكن تديرها بيضاء فتيبقى الاختيار ديالك اختي هذا ما كان البنات بما انني انا ديرها ببنكها ديال الكوك فافضلت انني نزينها بالشوكولاتة البيضاء ونرش عليها واحد شوية ديال الكوك او لجوز الهند من الفوق كيف قد تكوني هذا غير باش يعبر على ان نرا فيها المذاق ديال الكوكو انتم ما كتعرفوا الكوكو الشوكولات بيض تيتواسه مع بعدياتهم صافي فتيكون هذا هو الشكل نهائي ديال كيكا ديالي ستجيه شي شبزف وكتجير طبعا انا نعود لكم شا البنات القوام ديال هالكيكا كيفاش يجي لتجي رائع ومندك شرفيه كنتمنى انكم تجربوها اكيد اكيد غا ديال الاعجاب ديالكم انا هنا را نقسمها باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل هانتما البنات را كتجيه شيشا او هنا را نقطعها لكم مزل شوية دافي يعني ما بقى مبرداتش مئة في المئة واصلا هالكيكا بنوع ديال كيكا ما كيتخوش تلاجه يعني انا كنفضل انه يبقى على برا يعني ما تدخلوه مش تلاجه شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل كتجي معلكا وتجي لديه دا مندك شرفيه كنتمنى كنتمنى حقا انكم تجربوها هانا غادي ندوزوا باش نشوفوا الوصفة ديالنا الثانية اولا باش نحضر معاكم المملحات اولا غادي نحضر معاكم واحد اه البيتزا اقولي صافي باركه شفناها باركه باركه احنا غادي ندوز باش نحضر معاكم اه بيتزا بورجر اضافة ملحة معلقة كبيرة خميرة الخبز اضافة ملحة معلقة كبيرة اضافة ملحة معلقة كبيرة اضافة ملحة كبيرة اضافة ملحة ملحة اضافة ملحة يمكن أن تجمع لكم العجينة وضع لكم الخميرة في هذا الماء فهمتوني من الأفضل أنكم تكمل عقا قاعد يروه أنتم مغايف نصلك هذه الماء باش تفادوا ذلك المشكلة أنها تضع لكم الخميرة في ذلك الماء سوف تشمعي هنا العجينة كتكون عندي خفيفة تلصق في اليد آخر حاجة كنضيفها هي جوج معالق بيزيت الزيتون وسندخل هذا زيت الزيتون مزيان في العجينة ديالي خاصني ضروري هذا زيت الزيتون يدخل في العجينة مزيان السراحة هاد العجينة هادي من أفضل العجين عندي لأنها كتجي تزوين بزاف وناجحة 100% سوف ندخل هذا الزيت في العجينة ديالي وغادي نخليها تسمى في هادك الاهنانية اللي عجنت فيه غادي نغطيها بشي بلاستيك غدائي أو اللي ممكن أنكم تديروها بشي بواطة دي البلاستيك وتغطيوها وكيف شمعي العجينة راها طريية يعني كتلتسق في اليد هكا باش تتحصلوا على فطائر اللي تيجيوا قطنيين أورطبين صافيك في الشمع هنا انا اغطيتها بسلوفا وغادي نخليها تخمر جانبا بالنسبة الكفتة ديالبورجر او اللحم المفروم ديالبورجر فهنا انا خديته جاهز يعني من عند القزار خديته جاهز بالنسبة للناس اللي بغيوا يصابوها في الدار انا غادي نخليكم الرابط في صندوق الوصف ديالبورجر ديالكفتة البورجر كيفاش نصابوها في الدار هنا انا باش نحيد علي شوية الشغل وشوية الشقة وراءكم عارفين مع النسئولية والاطفال وهذا وهذا فضروريك اتبغيش حجل تسهيل لك الامور سوف يتمقلي تغيف شوية ديالزيت حمرت في شوية زيت هذي كالكفتة ديالبورجر كنا اخدها من عندك الزر المغريبي يعني حالال سيكون اللون دياله هكاك حميه مر يعني يجبك لله انت باقة خضرة ولكن لا هي راه طيبه هذك واللون ديالك يكون غوز سافي هنا يا السلسل اللي غادي نستعمل ناخدي صغير السلسل العادية الجاهزة ممكن انك تديري طماطم مبشورة وتشحريها مع زوية بلدي وشوية الزعتر يعني نفس العمل اللي درس انا هنا يا طماطم عندي جاهزة ممكن انك تديريها انت بتطماطم العادية تحكيها وتديرها في مقيلة مع شوية زيت الزيتون شوية الزعتر وغا تستعمليها والعجينة ديالي هنا بعد ما خمرت ليه شوفوا ما شاء الله كيفاش كتكون في اللول كيش بك الله واشرها جارية ولكن لا ما جارية والو يعني فقط كتديري الدقيق وتتجمعها كبطغة حيدي من ذاك الخميرة شوفوا ذاك الخيوط باك الله ديال الخميرة هذا كدير على ان العجينة نرها ناجحة 100% سافي هنا رشيس طاولة العمل بالدقيق و سنحاول انني نجمع ذاك العجينة ديالي مزيان ونحاول رشي بدقيق لان العجينة طريه بزاف الى مساع انتجا غطي بدقيق فارغا تسمحنك العجينة قتل ساقلي كفيد ديك هنا درس على واحد الشكل طولي ونقسمها ككويرات اللي يكونوا متساوين حجم واحد وضروري كيف قلت لكم ساعينه بدقيق لان العجينة ستلسسق في اليد سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكملهم كاملين هنا بالنسبة لهاد العجينة اعطاتني 12 كويرا ديال 12 كويرا اللي غادي تعطيني وكل جوج كويرات غادي نستعملهم فطيرة وحداين على هدا خاصتكم تصغروا الكويرات بالنسبة لهاد البيتزا بورقرس يجو كبار اللي بغاتهم يجوها صغيرين غادي تصغر الكمية حتى تصغر الحجم ديال هاد الكويرات هنا بعد ما كويرت العجينة ديال كاملة غادي نرجع الاول وحدا وكان بدا نطلق غير بصباعات يعني ما كنا نحتاجوش تدلك غير بصباعات تبدي تتلقي بهاد الشكل هدا وتتحطيها مباشرة في هدك اللاطة او الطاوة اللي غادي تدخلها الفران ما هو انك من يتلقيها تتعطيها واحد الشكل اللي يكون دائر يعني ما تلقيهاش عوجة ولا يعني تكون هكا مدورة ومن الاحسن انكم تدلوها كاصبيعاتكم يعني ما تستعملوش تدلك سوفيس نحطم كيف قلت لكم في الطاوة اللي انا ديجا نفرشهاها بورق الزبدة اللي ما عنداش ورق الزبدة ممكن انها تدير فيها غير هناها غير بالزبدة او لا بالزيت وتديرها مباشرة في الطاوة لان هاد العجينة ما تلسقش احنا بعد ما ادرت هاد الخبيزة ديالي في الطاوة هنا يا الطاوة عندي كتحزلية غير بعة يعني هزت لي غير ربعة سوفي ادرت هاد السلطة ديالي مخلطة مع زيت ونوزعتها سنده هنا غير في الوسط يعني ما كان وصلش حتى الجناب وفوق من هاد السلطة كنوضع واحد دائرة لدي لديك اللحم مفروم اللي قليصها في الزيت وفوق من هاد تندير الجبن مبشور بالنسبة للجبن مبشور عندي هاد الجبن ديال اربعات الانواع اللي كيكونوا مخلطين في صاشية واحدة ممكن انكم تستعملوا جبل الموزاريلا وفي هاد المرحلة هدي ممكن تضيفوا اي حاجة انتم بغيتوها يعني ممكن تديروا فلافة المشحرين ممكن تديروا اللي يعجبكم وحتى لما بغيتوش تديروا الكفسرة ممكن انكم تديروا غير طون طافي راه كالطون حتى هو كيجي زوين وكيجي رائع طافي هنا تلقت هديك الكويرات الثانية وغيب بصبعاتي هدا عليش كنقولكم العجينة منيكة كونترية هاكا الطاوحك وتجيز وي نحتف الشكل ديالها صافي تنديروا بهات الشكل هادة يعني كنعاود نطلق واحد الكوير وحد اخرى يعني غيب بصبعاتي وكانت استعين دائما بالدقيق انتم مسلا طاوحك الشكل اللي هو دائره مسلا حاولش نطرقها بزاك لانه غير في ذيك الهزة منيكة هزاي في الذكرة كزيت جبد صافي وسنوضعها هكا فوق من هديك اللي فوق منها اللحم المفروم والسلصة وسنحاولها كنصد بصباعي هادوك الجواني بيعني كسولي عندي بحاشة طويلية كيف قلت لكم بالنسبة لهاد الخبيزات او لهاد الفطائر راه كيجيو كبارين كيف قلت لكم اللي بغاتوا ميجيوها صغارين فما عليها الا تصغر الحجم ديال الكويرات من الفوق ديالهم غادي ندير واحد المعلقة صغيرة ديال السلصة ديال الطماطيم اللي جهزنا من قبل وهكا سندهنوهم من الفوق هكا سنعطيهم شكل ديالبيزا هالطريقة عني ديجا حد درسها معاكم من قبل وحد درس معاكم من وراها الباقيت بيزا حتى هوتيجيز وين بطون كيجي من دك الشرفي هادو افكار اللي يقدرو ينفعوكم في الشهر الكريم ان شاء الله اللي يدخلو علي نوع لكم بالصحة والسلامة وطلط العمر هنراني ارشيس شوي ديالجوبن من الفوق ورشيس كذلك الزعتر غاديك اللقطة تقطعت لي سوف ندخلهم الفران لميتين دراجة من الاسفل ومن الاعلى سندلو الطاوغي من التحت حتى يتحمروا وكيتنفخوا وعدك نشعلو عليهم من الفوق باش ميتحرقوش لينا بالنسبة هدو فوقاعات لسيب لكم حل محروقين را ماشي محروقين غا معا الاضاءة وراكم عارفين هدوك الجبن يعني دغي 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 تشد فيه العافي ولكن را كيجيوا واعرين من دك الشرفي على البناس وسيجيوا هشاش من داخل وعامرين بهديك الكفتة يعني ها هي استغلسة الفرصة درسيت بيتزا وبورجر في نفس الوقت كيف قدلكم هاد الفتا اراني ديش اشاركتهم معاكم شحال هادي وقلس علاش لا نعاود نشاركهم معاكم لانهم حقا تستحقوا تجربوا وكيجيوا زوانين بسف بسف هنا انا غادي نقطع لكم حيدا تشوفوا ها كيف اشتجي من الداخل انتم ماسي يجيوا رائعين ارا ما نبقاش نشكر لكم فيهم البناس نوضو جربوهم ورسلو لي تطبيقات ديلكم في الانستغرام ديالي ركيجوني بزاف ديال التطبيقات وقاع كنحطهم في ستوريات اللي كنحطهم في ستوري عندي في الانستغرام يعني اللي جربت شي وصفة دخل عندي الانستغرام رو مخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ورسلو لي التطبيقات ديالكم وحتى اللي بغا شي سؤال او اللي بغا تسويني على شي حاجة مرحبا بها ارا غيري لما جاوبت الشوحده سيكون الميصاجات جاوا من وراكم بزاف وتهبط الميصاج جاوا من تحت يعني وما سيبقى وشي بانولية لان تبارك الله عندي فيه بزاف ديال الميصاج جاوا وهنا حاولت نقربها لكم الكاميرا شوفوا معي العجين نرى ما تجيش غليضة نهائيا يعني حتى في الماكري ديالهم ما كيجوش معي جنين وسيجو معلقين بذلك الفروماج وديك الكفيتة كيبكتكم راهي اللون ديالة بحلك كدير يعني كيبقى اللون ديالة كيبان غوز فالبنات اللي هنرى عارفينها هذا ما كان البنات ودابة غادي ندوز باش نحضر معاكم وجبة العشاء من من القرعه الأخضر او لقرعه خضره فاللي عنده القرعه خضره وما عرف اسمه ديربيان وده ختيج بديها ديربيان عشاء نضي جمعي الوقفة سأخذ القرائعة سأخذ الريوصة للفوق والتحت سأقسمها على جوج لا تكون رطبة وتكون باقة جديدة لا تكون عوجة لا تكون مقوسة حتى في الخدمة لا تعدبكم بواسطة السكين سأخذ اللب نضيف نضيف ونضيف نضيف من الملعقة نضيف ستتحييض ولكن سأخذ الجوانب لا يكون شرقاق لا يبقى شد ستستمر نضيف نضيف ونضيف سأخذ نضيف اضيف غير ثم سأخذ ضيف جد قطع طريفة صغار سنقطع اللوب القرعة ونقطع الفلافل سنقطع قطع صغار في هذه المرحلة ممكن تستعملي اي خضر انت بغيتي فانا استعمل الخضر اللي كانوا متوفرين عندي وحتى انتما استعملوا الخضر اللي متوفرين عندكم ممكن انكم تستغنوا على هاد الفلافل تماما وستعينوا غيب البصل مع هادك اللوب القرعة ولكن بصرحة احتى الفلافل تيجو زوين وستعطوها واحد الماداق اللي هو زوين هناخدت واحد البصيلة كبيرة احتى هي قطعتها مكعابة صغار المهم الخضر اللي عندي كلها نقطعها مكعابة اللي سكون رقيقة صافي هنبعد مما قطعت هاد البصيلة دي لحتى هي غادي ندوز مباشرة غادي ناخد واحد المقيلة هندر فيها القليل من ضيد المائدة او ممكن تhousesزيت الزيتون 팀ين لذي يبغى يدروا احتى الزرز رفا هنبعد ذرته على نروة زبده نقلها نصف قليلا ولكن لا تكون في الزيت بحالة زيت قليلا والعافية تكون مهيلة لكي لا تحرق لنا لكي تصهد بحالة نصف طيبة في المقلع و نصف طيبة يكملها في الفران صدقوني يا البنات هذا القرام عمر بهذه الطريقة من ألد ما يكون هناك وجبة عشاء أو وجبة غداء نرميها و نحيط و نقوم بالبنات هذه الزيتانية ليس نرميها الزيتانية نقوم بحالة العلاج و نبعها تتشحر قليلا نضيف 1 درشيشة الملحة تفادوا الملحة بزيس لان ماذا نضيف الجبن يكون مالح فمسكت روش عافكم البناس الملحة كيف قلت لكم البناس نضيف الملحة بزيس نضيف شوية زيت الزيت تقريبا واحد لمعالقة سوف نبدأ نشحر فيها ونجبها في المقيلة حتى تشحر على خاطرها سوف نضيف عليها الفلافيل اللي قطعناهم من قبل هما وهذيك اللب ديال القرعة ولكن اللب القرعة لا نضيفه دابة دابة سوف نضيف الفلافيل لان اللب القرعة سوف نضيفه ونضيفه 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 ونصف ونضيف ونصف ونضيف حميرة او للبابريكا بالنسبة للتوابل فكنفضل انكم تكترهم شهنا دفس واحد الرشيشة ممكن انكم تدروا ليازير او للاعشاب مونسيمة سيبقى على حسب الرغبة سنضيف واحد جوج معارق تقريبا اكبار السلسة الطماطم الجاهزة ونخلط ولكن هاد المكونة سنضيفهم يعني حتى يقرب دجاجي طيب تماما باش مكي ياخدش مني واحد المدة سنضيف الزيطيب سنضيفها تشحر مع الخضر حتى كالطيب تماما ستكون الحشوين ستكون معلكة فهنا ستكون الخضراء قطعوها قدامكم باش حتى في الاكل لا يجوش دكتروفاء اكبارين بزيف هنا رجعت درسها في المول بالنسبة لي انا يعني احنا ووليدتي سيكون خفيف فانتو ملكتو عائلة كبيرة ستكون كمية المقادر استعملت المول الزج قريعة وعمرتهم بحشوة دجاج حسب الاختيار ممكن استعمل الجبن الموزاريلا وممكن انك تستعمل مخلطين في اربعات الاجبان هنا انا اريدها لكم بنات لي ما اريد موزاريلا موزاريلا لا تستعمل في الموزاريلا ودرس غير موزاريلا لا تستعمل هنا ممكن انكم ترشوا رشها من الفوق ديها الزعتر وممكن استغناء عليها سندخلهم الفران لحقا كل شيء طيب كان نقص العافية غير على 180 درجة وكنشعلو من الأسفل ومن الأعلى في الأول من الأسفل ومن بعد كانشعلو من الأعلى سيتحمد فرماجي وسنخرجوهم لاننا كل شيء طيب القريعة طيبة الخضراء طيبة ستكمل الطيب وانتما كيف تعرفوا القرعارها طريية ضغياء ضغياء كالطيب فهذا هو الشكل النهائي دي الوجبة العشاء دي الوجبة العشاء دي الوجبة العشاء دي الوجبة العشاء كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم وتجربوها انا غدي القسمها معكم تشوفوها من الداخل كيف اشتجي كتجي صراحة زوينة بزاف كيف قلتكم ممكن تستعملوها كوجبة غداء ممكن تستعملوها كوجبة عشاء يعني الاختيار كيبقى ديالكم فقط احنا كنعطوه الفكرة والاختيار تيبقى ديالكم تنتمنى ان الفيديو هادي اليوم ينالو الاعجاب ديالكم متبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم محفزة وببرتاجيوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائدة واللي ما زال ما مشتركاش مرحبا بك اختيش تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس باش يبقى وصلك الجديد ديالي ان شاء الله وبالنسبة للاخوات لتي يقولوا لي يبقى تشاركي معنا الفيديو عامر ارى ماشي بسهل البنات مقاندي الفيديو دائما عامر ره صعيب عدية لا في صوير ولا في المونتاج ولا في الخدمة ولا في التامرة ديالما عليك يخلي لي فكون شي صعيب تنتمنى نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله